هو موليد 1975 وكما نرى في المسار الزمني عام 1985 كانت المشاركة هو من عمر عشر سنوات ينقل مثلا سلاح ينقل مع حده بيشتغل مع بعض المجموعات ومن ثم خضع لي بهذه الفترة كان الأساس أن يخضع إلى تأهيلات وإلى دورات على مستويات عدة وهنا برز تعلقه بالعمل الميداني وهم صغير يرون أنه متعلق بالعمل الميداني أكثر فأكثر في مرحلة تنظيم المقاومة بعد استشار سير عباس الموسوي والسلام سمحت سيد حسن ناصر الله عام 1992 لا حد الألفين نتكلم نحن هنا في معارك التحرير في فترة المقاومة في جنوب لبنان المعلومات المقاومة قالت لنا اليوم أنه شارك في كل العمليات التي تخطر على البال في جنوب لبنان في هذه الفترة يعني بثماني سنوات بمجملها وأكثر شيء كان دوره يحب الاستطلاع وجمع المعلومات وبسبب شخصيته الفذة صمته المطبق كتمانه للسر كان يعمل في الجمع المعلومات والاستطلاع خاصة في منطقة إقليم التفاح وتعرض خلال هذه المسار لإصابة بالغة لسيمة في سجد عام 99 والتي استشهد فيها أحد أبرز الشهداء في تاريخ المقاومة الشهيد عبد الرسول زهري وهو أصيب إصابة بالغة في رقبته يعني الشهيد جواد أصيب في رقبته وبقي لأشهر عاجز عن النطق وعن التفاعل ولكن مع ذلك أصر إلى العودة للميدان عاد إلى الميدان وهو البارع في الاستطلاع وجمع المعلومات وهذا وضعه تحت عين في البداية الشهيد مصطفى بدر الدين لأنه كان قد استلم الوحدة العسكرية المركزية ولاحقا الحج عماد مغنية وفي تلك الفترة التي كان يجهز فيها للتحرير الحج عماد مغنية كان قد وقع اختياره أكثر فأكثر على الحج جواد في العمليات الأخيرة خاصة مثلا عملية عرمتة هو الذي استطلعها وقام بجمع المعلومات وحدد المسارات وحدد من أين تدخل الشاحنة وما إلى هنالك وهذه كانت على مبارزة ودليل ثقة من الحج عماد فيه إذا عدنا للتايم لاين بعد التحرير عام 2000 لل2006 نحن نذكر أن حزب الله دخل في ورشة بناء قدر ومئن ذلك ولكن كان هناك عنوان أساسية مزارع شبعة وعمليات الأسر هنا الحج جواد كل الوقت كان على الحدود وكان لديه مهمتين مهمة الأولى هي التنفيذ ما يمكن تنفيذه بخصوص مزارع شبعة ونذكر أن ذلك حزب الله كان يقوم بعمليات تذكيرية وكان لديهم أهم أخرى هي عملية الأسر وفي المشاهد التي وزعها اليوم حزب الله رأيناها مع الشهيد خالد بزي عند السياج وفي المشاهد التي في خلفية مع الحج عماد مغنية والشهيد جهاد سرور في أثناء الإعداد لعملية 2006 وهو شارك في كل عمليات ممكنة في التخطيط والاستطلاع والتدقيق وجمع المعلومات في شبعة الألفين التي أسر فيها ثلاث جنود وفي عملية الغجر 2005 التي لم يكتب لها النجاح وهنا معلومة للمشاهدين بين 2005 هناك عدد كبير من محاولات الأسر إما بقي التخطيط وإما لم ينفذها حتى النهاية حزب الله وكان له حصة فيها وفي تموز 2006 في عملية الوعد الصادق وبطبيعة الحال هذا الفريق مع الشهيد جهاد الطويل كان الفريق الأساسي في التصدي البطولي في حرب تموز 2006 خاصة في قرى الأمامية الذين منعوا دخول واجتياح لبنان وإنزال الهزيمة بالمقاومة بالشعب اللبناني أحد هؤلاء الفرسام بالتموز 2006 هو الشهيد جواد طويل ترجمة نانسي قنقر